هل بقى طبيعي خلاص ان شبابنا يمشوا ورق اي حاجة بتحصل على التيك توك من غير ما يفكروا لمجرد ان هم يعملوا مشاهدات ويبقوا ترند يعني بعد ما خلصنا من تحدي كتم الانفاس وتحدي تشارلي وتحدي جرح الشرايين طلع الاسبوع اللي فات تحدي جديد وانتشر بسرعة جدا على التيك توك وفي التحدي ده بيقوم مجموعة من التلاميذ بحمل زميلهم وقصفوا لفوق الاعلى وبعدين بيسيبوا يقعوا على الارض عشان يشوفوا ماذا تحمله وطبعا مش قادر اقولكم حجم الكوارث اللي حصلت بسبب التحدي ده شفت اصابات بارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة وكسر في العمود الفقري وكوارث تانية كتير ولكن طبعا كانت اشهر حالة هي حالة الشاب احمد خالد واللي عمره 15 سنة بس وبيدرس فيه سنة تانية اعدادي واللي تصاب بالشلل التام بسبب التحدي ده بعد ما كان بطل الجوده على مستوى الجمهورية بصراحة كده ومن غير تزويق كلام انا ابتلت حيث ان موضوع التحديات ده الهدف منه هو ضرر الشباب دولة اللي بيقلدوا من غير ما يفكروا يعني الموضوع بجد بقى مش طبيعي انه كل كام يوم يطلع تحدي بيعرض حياة الاطفال دول او الشباب دول للخطر وبينتشر بكل سهولة في العالم كله